اتذكر ماتش الكوتن الكاميروني. اه. والله مصمم احكي الموضوع ده عشان استعرف قيمة الجماهير. اه. اه فاكر كسبنا اتنين سفر هدف واق الجمعة وهدف الفلافيو والمباراة هنا. اه. الجماهير كان كوتن الكاميروني فرقة قوية جدا. واجماهير النادي الاهلي انا بقول عشان انا رحت المؤتمر. وسمعت المدير الفني قال ايه. اه. فا اه اه بعد ربع ساعة وتلت ساعة اتنين سفر. وبعد كده هما بقوا سجال الجيم شغال منافسة بيضيع عهداف وحنا بنضيع عهداف. وكنا مضغوطين. لأ. ده في الماتش هناك. مكلم اللي في مصر. اللي كان في مصر الاولي. فالجماهير انتفضت اسلام من تلتة شمال دي او من اول ثانية والجا اللعبة لوش. كل الجماهير اه اه اه. فبقى اتنين سفر ما رحنا المؤتمر اول حاجة الراجل رد. قالوا له ما تسألونيش انا على لعبتي عمام ما استوعبت الجماهير عملته وبقى انا اتنين سفر انا مطلوب مني عود. اه. فانا المدير الفني قال كده بالزبط بتاع كوتن الكاميرون. اه. فلما رحنا هناك الحمد لله ربنا كرمنا. جبت هدف واحمد حسن هدف اعتقد. اه. دار بجزائي. وجماهير النادي الاهلي بقى كان بيترقصها اهبتها وفيه لو تفتكر. ايه. في المدرج يشجع. ففي لحظات ما ننساش ابدا. اه. لو عايز نحكي لك حاجات الناس مش بتديها حقاها اقول لك. قل لي. فاكر اللي طبيس المكشوف واللي حصل فيه. طبعا. والشوارع كلها. بالزبط. تلت تلت العالم. تلت العالم واستقبال الناس والشوارع وقفونا الشارع. ونزلنا في الاستاذ تيتش. ونزلنا في التيتش والجماهير مستنية وانت ماشي عمال اعلام الاهلي في كل حتة. اعلام الاهلي مع عالم مصر الصراحة. من اول اه المطار. لغاية التيتش. والمدارس على اللي اسطح في صلاح سالم. انا شفت منظر. اه حتى كابتان حسام دمع اليوم دوت وفيه لعيبة دموعها نزلت كتير. كلنا. انا قلت له انتو في الفرح بتعيياتو. على طوب من حياتو. كل حاسي كانت ايام حلوة. بالزبط. كانت لطيفة جدا. وانت بتصنع وانت بتصنع تاريخ. اه. بتحسش قوي بس بعد كده بتلاقي يا شديد ان الموضوع مختلف. بالزبط بتعرف بعد كده والناس بتشوف الكلام ده بمنظور تاني خالص. اه. لان على فكرة هو الناس لازم بتفهم احنا كنا بنحقق كل حاجة ونتعرض لانتقادات. اه. اه. مخرجنا سامير اهو جايب اه. اه. اهبت وفيه معنا ده في الباص. اه. اه. طبع الحاجات دي نادرة جدا الوحية. كانت النادي الاهلي الحاجات دي موجودة. باي. بتاريخ كل ده. اه. مش عايز انسى جيلبيرتو وفلافيو. اتنين اه محجرين وعشاقين للنادي الاهلي رغم اللي فلافيو حصل معاه في الاول سمحنا كلعيبة كان عندنا ايمان قبل الجاز الفني من الاهداف اللي مضايحة. مش عارف ليه ما حدش كان بيصدق الكلام ده. يعني احنا لما كد انا لما بقعد مع اي حد اقول له يا جماعة احنا كنا حاسين في القعد ست سبعة تمن تسع شهور تقريبا. سانة. ما بيجيبش سانة ما بيجيبش جوان. اه. محله. فا. فكنا بنقولهم دايما كنا بنشوفه في التمرين كويس. وده ممكن ينطبق على. او كان في حد يعرف ياخد من فلافيو عليه. ده واقل جمعة ما شاء الله اي حد في العالم واقل الوحيد اللي كان بيتعب واقل في التمرين. عنده مش طبير. رغم انه واقصية. رغم انه واقصية. وقعدنا سانة بيساعدونا هو وجل بيرت وفي الفاولات اللي هي الدربات الركنية واللي حاجات اللي من الجنب لو تفتكره كان هو بيقطع. على الاولين ايه? اه وكان في العيبة بقى ده بيدرب ده وكنا بنشوف حاجات غريبة. تمرين كان اجمد ساعات من بعض الماتشاط. بالزبط. فاكر الشنكار ولازم ترفع الشراب. يا نهارا بيد. يا نهارا بيد انت بتفكرني بحاجات فاكر الوزن اللي بالف جنيه. يا نهاري سفيد. يا جماعة. كان بيتخصن. والله العظيم. الكلام بقى الكابتن اسلام بيفكرنا بحاجات جامدة جدا. الناس لازم تفهم اللي البطولات مش بتيجي من فراغ. بزبط. البطولات دي جات لكو انت تخيلوا قابن هزر النص ساعة الاولان اللي كلها تقطيع دي. ليه بتاعت منو. بتاعت منو. التسعة عنده مشكلة. اللي بتكابل بس النص ساعة دي كانت صعب اوه. صعب ميتة. بنبقى عارفين مين اللي حيلع ولي مش حيلع بنص ساعة. بالزبط اما الراجل بنبقى عملي بروس.